اشتركوا في القناة وقع صور وقطات مسربة يقال انها لجينيسس جي في ايتي الانتاجية بس للاسف اكتشفنا انها من فبركة ومجرد تصميم تخيلي لكن لو كانت السيارة قريبة من هذا التصميم فاكيد شكلها هيكون مثير للاهتمام ويبدو انها مبنية على اللغة التصميمية الجديدة للشركة الكورية الفاخرة عشان كذا في شبه بينها وبين شقيقتها جي نايتي 2020 خصوصا في الواجهة اللي بتتميز بشبك امامي كبير وانيق لكن في نفس الوقت من الواضح ان الاسيو في القادمة رح تستوحي تصميمها بشكل عام والتفاصيل كثيرة من الطراز الاختباري اللي شفناه من سنتين في معرض نيويورك للسيارات مثل اضواء الرباعية في الامام الخلف واسفل الواجهة في فتحات تهوية على الشكل شبه منحرف مع منحنيات بتوجه الهواء لداخل القنوات وفي الخلف باللاحظة الجناح العلوي ونظام عادم مزدوج هو نفس اللي شفناه في جي نايتي على كل حال التصميم اللي قدامه كم تخيلي زي ما ذكرنا لكن العدسات استاضت السيارة في عدة مناسبات خلال خضوعها لاختبارات الشركة والحقيقة انه معظم التفاصيل اللي ذكرناها عن التصميم بتأكدها لقطات تجسسية رغم انه التمويهات حاولت تخفي التفاصيل لكن واضح على سبيل المثال انه الاضواء الامامية والخلفية هتكون عبارة عن خط افق مزدوج في كل جهة اما مقصورة جينيسيس جي في ايتي فالتفاصيلها غامضة تماما وما بتتوفر اي صور رسمية او تجسسية لها بس الاكيد انها ما رح تكون بنفس تطور مقصورة التراز الاختباري بل رح تكون مشابهة لطرازات جينيسيس الجديدة بالنسبة للمحركات التقارير متضاربة بخصوص المحرك اللي رح تتحمد عليه اول اسيو في من جليسيس لكن الاغلبية بتقول انها رح تجي بمحرك في سيكس مزدوج التيربو سعة 3.3 لترات اللي بيعطي قوة 365 حصان وعزم دوران 509 نيوتن متر وممكن كمان نشوفها بمحرك في سيكس سعة 3.8 لتر او محرك في ايت سعة 5 لتر وبغض النظر عن المحرك الاساسي من المتوقع انها رح تتوفر بمحرك هجين في المستقبل هنعرف كل التفاصيل لما تكشف العلامة الفاخرة عن جينيسيس جي في اي تي في بداية العام القادم لكن في الوقت الحالي حابين نسمع ايش رايكم في السيارة وكم تتوقع يكون سعرها وهل هتقدر انها تنافس في فئة الاسيو في الفاخرة شاركونا اراءكم في خانة التعليقات ولا تستطيعوا لايك و تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات